بحث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم لعهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي جمشيد خجييف نائب رئيس الوزراء في جمهورية أسباكستان تطورا مستمر في العلاقات الإماراتية الأسباكية في ضوء الدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة السياسية في البلدين الصديقين وتوافق الرؤى حول أهمية الدفع بتلك العلاقات إلى آفاق جديدة ترقى إلى تطلعات الجانبين في مختلف المجالات التنموية لا سيما على صعيد تحديث العمل الحكومي وتأكيد مقومات التنمية المستدامة وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم خلال اللقاء حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على اكتشاف مزيد من الفرص التي ترسخ أسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين